على هامش أعمال القمة العربية الاقتصادية الاجتماعية التنموية التي ستلتأ في بيروت الأحد عقد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل مؤتمرا صحفيا مشتركا مع الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط استعرض خلاله مشاريع القرارات التسعة والعشرين التي ستناقشها القمة إما نعزز عملنا المشترك ووحدتنا إما نفشل وهذا تحدي مطروح علينا جميعا مش على دولة من دولنا حتى هذه اللحظة لم ينضج بعد الموقف فيما يتعلق بعودة الشقيقة سوريا لشغل مقعدها في الجامعة العربية نتيجة لرؤى مختلفة وتصورات مختلفة وقد سبق المؤتمر اجتماع تحضيري لوزراء الخارجية العرب والوزراء المعنيين بالمجلس الاقتصادي الاجتماعي لمناقشة جدوى الأعمال القمة وزير الخارجية جبران باسيل وبعد تسلمه رئاسة الدورة الحالية للمجلس دعت دول العربية إلى احتضان لبنان يبقى هذا البلد الصغير الكبير أخا صغيرا لكم ورسالة كبيرة لكم الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط أكد أن التكامل الاقتصادي وتنصيق السياسات العربية في شتى مناحي التنمية أصبح ضرورة أن التحديات الهائلة التي تواجه المنطقة العربية على الصعيد التنموي تفرض علينا جميعا بلوارة رؤى جديدة والخروج بأفكار مبتكرة كما كانت كلمات لوزراء خارجية الدول العربية طاقاتنا وإمكاناتنا كبيرة لكن الغائبة هو أطر التعاون الإقليمية الفاعلة التي تزيد التبادل التجاري وتربط البنى التحتية وتشجع الاستثمار فتجعل من عالمنا العربي كتلة اقتصادية كبيرة بكبر إمكاناتنا البشرية والمادية ورغم أننا نقوم بمتابعة حثيثة واتصالات يومية مع المجتمع الدولي إلا أن الأمر يحتاج تدخل أكبر من الدول العربية بالضغط على الدول التي تنوي نقل سفراتها إلى القدس المحتلة بكافة الوسائل الاقتصادية والسياسية وزير الدولة لشؤون الدول الإفريقية في المملكة العربية السعودية أحمد بن عبد العزيز القطان توجه بالشكر للدولة اللبنانية على استضافة القمة التي استقبلتها المملكة في العام 2013 وخلال ترأس المملكة للقمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية تمت متابعة تنفيذ العديد من القرارات الصادرة عن القمتين العربيتين التنمويتين السابقتين والتين عقدتا في كل من دولة الكويت وجمهورية مصر العربية الشقيقتين وقد تحقق في هذا الصدد العديد من الإنجازات وعقب الاجتماع كشف وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال رائد خوري عن مبادرة لرئيس الجمهورية العماد ميشيل عون سيقدمها يوم الأحد حول وضع هيكلية تمويل لإعادة بناء البلدان العربية التي تدمرت ترجمة نانسي قنقر